عندنا الشك ينقسم إلى قسمين نعم داخل العبادة وبعد الفراغ والانتهاء من العبادة في الوضوء في الصلاة في الطاوة في كل العبادات نعم أي شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه إطلاقاً ولو كان تسعة وتسعين بالمئة انتهى من الصلاة وشك أنه في ثركة الرابعة ما قرأ الفاتحة نعم الصلاة هنا صحيحة لو رجع وعد الصلاة آثم الله أكبر كبر الشيخ إبراهيم جاء إلى الشيطان قال الشيخ إبراهيم متوضي قال لا أدري قال ما رأيك نراجع لا هو قال الله أكبر على أنه متوضي صح لا يمشي وراء الشيطان ولا الوساوس لو خرج من الصلاة آثم يقطع هذا الشك نعم دخل توضع ثم دخل المسجد وبدأ يمسك في رأسي هل مسحت رأسي أولاد انتهى الوضوء لو رجع وعاد الوضوء آثم طاف سبع أشواط وصل ركعتين سنة الطواف خرج إلى الصفة قال والله أشك تسعة وتسعين بالمئة أنها ستة ليست سبعة أشواط انتهى الطواف لو رجع آثم جاء رجل إلى إمام من الأئمة قال يا إمام إني أنغمسه يعني يدخل بأكمل وفي البحر أو في مسبح أو في بركة وبرميل وأخرج وأرى مني شيء لم يصبه الماء ممكن نعم ماذا علي قال لا تصلي قال لماذا تسقط عن الصلاة قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث وأنت أحدهم أي إنسان وسوس تقول عندنا خيارين لك إما أنت تترك الوسوس أو تترك الصلاة أنت مجنون إيش يختار يختار ترك الوسوس نعم لأن يعبد الله ما يعبد الشيطان تمام انتهينا إذن كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه إطلاقا حتى يأتي اليقين مئة بالمئة نعم الثاني أن يكون الشك داخل العبادة هذا ينقسم إلى قسمين قليل الشكوك كثير الشكوك يعني إنسان عنده شكوك كثيرة يعني دائما يسجد رسه هذا كثير الشكوك نعم ماذا يصنع لا يلتفت إليه إذا الشك ثلاثة وأربعة دائما أربعة ليس عليه سجود سهو مفهوم وبهذا ينقطع الوسوس بإذن الله قال هذا أنا مرة واحدة كل سنة ممكن أسجد للسهو هذا قليل الشكوك إمام في المسجد النبوي له أربعين سنة يصلي بالناس ما حفظ عنه مرة واحدة أنه سجد للسهو لماذا الدنيا هناك في الخارج مفهوم جوال طول الصلاة كيف يصلي والله لا يستطيع يجلس حتى مجرد يسلم يفتح الجوال والله شيطان كبير هذا الجوال نعم كل ما رحمه الله يشخي لك عن الله سبحانه وتعالى طيران صلي نعم وضع الطيران وصلي نعم قليل الشكوك شك ثلاثة أربع ركعات نقول أيهما أرجح عندك قال أربع إذا نجعلها أربع والسد للسهو قال غلبة الظن ثلاث ركعات ثلاثة هات الرابعة والسد للسهو قال ما ترجح عندي شيء هنا تبني على الأقل